اختتمت اعمال الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري وسط اشادات دولية حظي بها وفد الشعبة البرلمانية البحرينية من خلال مشاركات الوفد وحضوره الايجابي في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تركز على المصلح العامة للعالم كافة حضور ايجابي وفاعل للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تجلى عبر تواجدها في 46 اجتماعا وورشة عمل وحلقة نقاشية خلال اعمال الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة اذ حرص وفد الشعبة البرلمانية البحرينية على تقديم الرؤى الوطنية والبرلمانية واثراء النقاشات والحوارات التي شهدتها اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي شاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في كل النشاطات الاتحاد البرلماني الدولي في كل الورش والجلسة العامة واحنا شاركنا في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وتحت موضوع عثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقدمنا بكثير من النقاط التعديلية على دباجة القرار وعلى التوصيات ستة نقاط على الديباجة ولاقة استحسان للمشاركين ويضمنونها داخل الديباجة وأسهم وفد الشعبة البرلمانية في إبراز إنجازات ونجاحات مملكة البحرين والتطور الذي تشهده في العديد من الموضوعات التي تحظى باهتمام البرلمانيين وخصوصا فيما يتعلق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعايش السلمي وضمان حقوق الإنسان ودعم السلام والاستقرار في دول العالم كافة وأكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وما ترتكز عليه من أسس وقواعد تؤكد على الحوار الدبلوماسي والسلام والتعايش وضرورة إقامة شراكات برلمانية تدعم المصالح المشتركة بين مملكة البحرين ودول العالم كافة اليوم شباب في البحرين موجودين في البرلمان موجودين في السلطة التنفيذية والتشريعية فنشوف ماشاء الله وزراء شباب نشوف مسؤولين شباب ومخذين مناصب قيادية والحمد لله رب العالمين الشباب يلاقي دعم كبير من سيدي سمو ولي العهد والحمد لله رب العالمين إذا هذا يعكس شيء يعكس الثقة في المستقبل القادم والثقة في الشباب وإن شاء الله دائما نكون عند حصن الظن ونمثل البحرين في أفضل صورة وأختمت أعمال الجمعية العامة بإعلان جنيف الذي أكد فيه البرلمانيون تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنظيمها لصالح البشرية اتشدد الإعلان على الحاجة إلى سد الفجوات الرقمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في مجال متعددة كما اعتمد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي ميثاقا جديدا بشأن أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا مشاركات وإسهامات وفد الشعبة البرلمانية حظيت بإشادات من ممثلي برلمانات الدول الشقيقة والصديقة حيث أثنوا على مساندة مملكة البحرين للقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية والدولية وسط تعهدات باستدامة المواقف المشرفة لمملكة البحرين لما فيه مصلحة الدول والشعوب كافة